استقبل مطار العريش الدولي ثلاث طائرات تحمل أكثر من 75 طن من المساعدة المتنوعة للفلسطينيين بقطع غزة وقال مصدر مسؤول في مطار العريش أن الطائرة الأولى قادمة من قطر وحملت على متنها 9200 طن من المستلزمات الطبية وطائرة ثانية من الإمارات وحملت على متنها 21380 طن من المستلزمات الطبية والزيت وطائرة ثالثة من بلجيكا على متنها 4825 طن من المستلزمات الطبية وأدوية وحليب بودرة